عايزين بقى نتكلم في البداية خلاص خلصنا السنوية العامة والحمد لله التنسيب أو الفرق بينه وبين السنين اللي فاتت هو طبعا نتيجة السنوية العامة بنبارك أولا يعني لكل أبناءنا الطلاب والحقيقة بنبارك كان فيه فرحة في كل البيوت اللي فيها طالب وطالبة في السنوية العامة يمكن فيه بعض البيوت كان فيها نوع من أنواع الصدمة نتيجة اختلاف المجميع عن فيما سبق لكن يعني مقارنتها بالعام الدراسي الماضي تعتبر السنة دي يعني نسبة النجاح أعلى النسبة العامة للنجاح نسبة كمان المجميع أعلى خاصة في الشريحة اللي هي من 90 لأقل من 100% وده طبعا بيدي مؤشرات أنه هيبقى فيه ارتفاع في المجموعة الطبية المجموعة الطبية دي اللي هي كليات الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي هيبقى فيه ارتفاع يعني في حدود ثلاث درجات عن العام الماضي بالنسبة للقطاع الهندسي اللي هي كليات الهندسة والتخطيط العمراني وما إلى ذلك هيبقى فيه اختلاف في حدود سبع درجات عن العام الموضوع بقى أصعب يعني السنة دي فيه فروق في الدرجات وفي المجميع مقارنة بالعام الدراسي الماضي طب إيه السبب؟ مع إن فيه نظام تأيانان أنا فاكر حضرتك برده ما كنت بتجيلنا ونعد نتكلم على أولياء الأمور والطلبة اللي عندهم مشكلة مع نظام البابلشيت والتابلت وحاجات جديدة عليهم ويعني كانوا قلقانين ومتوترين كده فده المفروض يخلي إنه الدرجات تكون أقل بس هي علية فإيه سبب اللي خلى الأولاد طبعا اتمرنوا بصورة أكبر على مستوى الامتحانات وطريقة الامتحانات السنة اللي فاتت كانوا دول أول يعني دفع بيتطبق عليهم نظام البابلشيت يمكن كان الموضوع بالنسبة لهم يعني فيه صعوبة شوية يعني أبناءنا الطلاب بتوعي السنة دي لأ تعودوا بصورة أكبر اتمرنوا بصورة أكبر كان فيه نمازج استرشادية كان فيه بنك المعرفة قدروا إن هم يعرفوا شكل الأسئلة إزاي شكل الامتحانات إزاي ما كانتش مفاجأة ليهم زي طلبة السنة اللي فاتت ممكن تكون طبيعة أسئلة الامتحانات التدريب عليها يعني اختلف شوية الفروق الفردية ما بين الطلاب والمجميع هذا العام عن العام الدراسي الماضي أعتقد كمان المدرسين كمان تعودوا على النظام الامتحانات والجديد لو تعليم الجديد ده يعني بقى بالنسبة لهم أسهل أن هم السنة دي يشرحوا للطلبة أو يعني يوضحوا لهم نمازج الامتحانات وطريقة الأسئلة أكيد طبعا والتدريب أيضا على مسألة الأسئلة من بنك الأسئلة يعني الطالب بصفة عامة السنة دي يعني كان عنده فرصة أفضل من طالب السنة اللي فاتت إن هو يقدر يشوف شكل الامتحانات نوعية الأسئلة إن هو يختبر نفسه في هذا الأمر فده كان يعني ممكن يكون فرق شوية في المجميع في طلاب العلمي علوم والعلم الرياض يمكن الأقل حظا هم طلاب الأدبي يعني السنة دي مجميع الأدبي يعني مش كالمعتاد مجميع مرتفعة يعني السنة دي هم الأقل حظا بين زملائهم وأعتقد أن ده هيفرق معهم كمان في تنصيق الكليات الكليات الأدبية أو اللي بتعتمد على الدراسات النظرية هتنخفض عن السنوات الماضية بالنسبة كبيرة نظر الانخفاض المجميع يعني إيش معنى السنة دي الأدبي يعني أنا أعتقد أن احنا مش عارف يمكن طول أنا بجيب يعني مش بجيب معلومة مؤكدة أنا بقول يعني من خلال يعني اللي أنا شفته يعني أنه دايما الأدبي الدرجات بتاعتهم بتبقى أقل من العلم يعني أولا هل المعلومة دي صحيحة ولا لأ وليه السنة دي يمكن فيه فرق شوية هو فيما سبق طبعا الطلبة والعلمي أنت بتجاوب سؤال تبقى لخطوات فبتاخد درجات على كل خطوة ده قبل كده قبل تطبيق البابلشيت بتاخد يعني على كل درجة أو على كل خطوة الدرجة اللي تستحقها في الأدبي أنت بتتكلم يعني من مفهومك للسؤال بتجاوب بطريقة معينة ممكن ما تكونش طريقة ممثلة للي في الكتاب المدرسي أو للي في نموذج الإجابة فبالتالي ممكن يكون فيه تقدير للمصحح أنه هو الطالب ده يستحق الدرجة كاملة أو لا يستحقها بعد بقى تطبيق البابلشيت والأسئلة اللي اختيار من متعدد أصبح يعني هذا العنصر مش موجود لأن طبعا كل الأسئلة هي أسئلة اختيارية واختيار من متعدد فالطلاب العلمي مع طلاب الأدبي يمكن بيتساوك الفروق دي حصلت لأن يعني الامتحانات دلوقتي بقت تعتمد على التفكير والإبداع ما بقتش تعتمد على الحفظ والتلقين وأن أنا حافظ شوية أسئلة أو حافظ شوية إجابات وداخل أحلهم بدليل أنك أنت داخل الامتحان معك كتاب المفاهيم يعني أنت معك محتويات الكتاب المدرسي وكل الأسئلة اللي موجودة عندك في ورقة الامتحان هي أيضا موجودة نظرياتها وقوانينها موجودة عندك في كتاب المفاهيم